الحدث الأهم النهاردة في مصر الحقيقة مش شرباجي يعني على رغم أنه شرباجي متصدر الترند لكنه شايف أنه دي قضاية محسومة واللي بعنا بنبيعه في ثانية يعني ما اعتقدش أنه أي حد فقد أهم شيء أهم شيء بيربطه بأهله وبناسه وببلده فقد انتماءه فقد حالة الحب حالة العيش حتى في أصعب الظروف أنه احنا نكون حرسين عليه بقى أي شكل من الأشكال وفي النهاية ده قراره وده مصيره وهو الحقيقة حسبها حزبة يعني مختلفة شوية تأثير المادة أعتقد بقى عنيف جدا وأعتقد أنه معظم الأبطال اللي اتخلقوا وظهروا ونجحوا ووصلوا على الأرض دي كانوا يفتقدوا للإمكانيات وكانوا يفتقد المسندة وكانوا يفتقدوا الحاجات لأوجه دعم كتير جدا لكن ده أبدا أبدا ما قللش من حبهم وانتماءهم وعشقهم لمصر والمصرين أنا معاك لما تحسبها بالورع والألم الظروف هنا صعبة ولما تحسبها بالورع والألم ممكن الظروف تبقى هناك أفضل كتير لكن في النهاية إذا كنت فقدت أهم شيء بيربطك بأهلك وناسك وبلدك فأعتقد أننا لن نبكي عليك لكن الحدث الأهم بالنسبة لي اليوم ولما تحسبها بالنسبة لي